هذا التشريف وهذه الانجازات الكبيرة الحقيقة جذبت حزب الوفد لتكريم خاص للنادي الاهلي نظم حزب الوفد برئاسة الأستاذ بهاء الدين أبو شؤة حفل تكريم لبعثة النادي أو لفريء النادي الاهلي على كل ما يحققه من انجازات كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة فوض المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة لحضور هذا الحفل ممثلا للنادي الاهلي تحدث الأستاذ بهاء الدين أبو شؤة في خلال الحفل قال تحية للحاضرين جميعا في بيت الأمة بيت المصريين جميعا بيت الوطنية الصديقة تحية وتوثيقا وانتدادا للعلاقات التاريخية التي تربط حزب الوفد والنادي الاهلي كنموذج مشرف ورمز الرياضة الحقيقية بمفهومها الحقيقي وصاحب البطولات على المستوى الافريقي والإقليمي والدولي وأكد رئيس حزب الوفد أن الحزب وهو يقدر دور الرياضة في بناء المواطن وأي مكاسب رياضية تتحقق من خلالها من هنا كانت دعوته لكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الاهلي لحضور هذا التكريم وقال أبو شؤة أنه بيرحب بالنادي الاهلي هذا الترحيب تكريما وتقديرا على ما يحققه الاهلي وقال كمان تحية للنادي الاهلي رئيسا وأعضاء مجلس إدارة وأعضاء على هذه البطولات وما لها من دلالات بأن مصر دائما لها الصدارة والرياضة في كل المجالات ومنها الرياضة شوفوا تكريم ليس غريبا عن حزب الوافد التحديد سابقا للحزب أنكرم الاهلي وأعتقد أن كان الأستث طريق أنديل هو اللي راح مسل النادي الاهلي فهو تكريم عن قناعة لأنه الإنجازات متكررة ما هو تكريم روتيني يعني لكن كلما تتحقق إنجازات يكرم النادي الاهلي هذا أمر يسعد النادي الاهلي وبيقول برضو أن الأحزاب معنية بمتابعة الشأن الرياضي وهو ده دور الأحزاب ويعني وعشان كده إحنا كنا ساعات نندهش من موقف الصفحة الرياضية دماغ الحزب وقياداته بتقدر نادي الاهلي دائما وصفحاته إحنا لسه جايبين عمود من الأعمدة كان بيتجرأ الحقيقة مع النادي الاهلي المهندس خالد مرتاجي عدو مجلس الإدارة تحدث في خلال هذا الحفل وجه الشكر لقيادات حزب الوفد على هذا التكريم للنادي الاهلي وقاله إن ده تأكيد على اللحمة التاريخية بين النادي الاهلي وبين حزب الوفد وذكر خالد مرتاجي الحضور بأنه سعد زغلول الرمز التاريخي لحزب الوفد كان رئيس أول جمعية عمومية للنادي الاهلي بوصف وزير للمعارف وطبعا فؤاد باشي صراج الدين الرئيس التاريخي كمان لحزب الوفد كان عضوا في مجلس إدارة النادي الاهلي لفترات طويلة وده اللي أكد عليه في كلمته أيضاً سفير نور عضو مجلس إدارة النادي الاهلي السابق اللي تحدث عن هذه العلاقة التاريخية بين الحزب الوفد وبين النادي الاهلي تكريم يعني يشكر أصحابه عليه ويستحقه النادي الاهلي